على الأغلب أنت سمعت عنها وبتعرفها وجهازتك بيحملها بس يمكن ما استخدمتها كثير أنا بحكي عن شريحة الـ NFC إيش هاي NFC وكيف منستخدمها وكل المعلومات عنها فإفهمها صح حلقة جديدة السلام عليكم أصدقائي أنا سيزار برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع أنا بعرف أنه الجميع بطالبني إعمل إفهمها صح وبالدرجة أعيد يا أخوان مش كثير الموضوع اللي أنا فاهمها بقدر أحكي عنها أو مش كثير الموضوع اللي فاهمها صح بقدر أعمل عنها فيديو اللي أنا حسيت حالي فاهمها صح اعملت عنها فيديو وكررت بعض الفيديوهات وزدت معلومات فلذلك الموضوع مش سهل مش إني ما بدي أعمل هاي السلسلة وهي أنجح سلسلة كانت عندي على القناة مضبوط ولكن ما عنديش موضوع متمكن منها أحكي عنها بكل بساطة كل فترة بلاقي حالي فيه موضوع أقدر أحكي عنه رح أحكي عنه ولكن بوعدكوش إنه كل أسبوع وكل شهر فيه حلقة للأسف لأنه الموضوع ضيقة جدا جدا هي مش تليفون كل أسبوع طلع تليفون صح؟ ما بقدر كل أسبوع أعمل حلقة ولذلك بحاول قدر استطاعتي اليوم بدي أحكي على الأن أفسي وأول معلومة Near Field Communication يعني اتصال قريب المدى جدا جدا قريب المدى وهنا الفكرة فيها قريب المدى قريب المدى قريب المدى قريب هيك هذا معنى قريب المدى فس رح أحكي لكم الاتصال هذا لاسلكي بس هو مش واي فاي ولا بلوتوث هو هيك التقنية اسمها NFC هي راديو ويفز موجات راديوية وبالتم لما يقرب جهاز من جهازه يلمسه بيعمل تاب هيك بيب بيب بصير الاتصال لكن من بعيد لا ما بزبطش من بعيد بدك بلوتوث أو واي فاي فلازم بصير لمس وهاي مش بس للتليفونات هاي يعني ممكن تلاقيها بشغلات كثير كثير كثيرة لابتوب ممكن ساعة ممكن دراجة سيارة مش بشغلات كثير لأنها عبارة عن شريحة وممكن توضحها في أي مكان حتى البطاقات البنكية أكيد بتعرف أنت البطاقات البنكية حاليا NFC والساعات فيها NFC مضبط بس هي فعليا مش تقنية جديدة هي انبنت على تقنية أصلا كانت موجودة أعطيك مثال هل في الزمنات سافرت وروحت على فندق أعطوك بدل مفتاح أعطوك كرت هذا الكرت بتلمس أو بتحطه في مكان وبفتح هذا الكرت فيه تقنية اسمها RFID Radio Frequency Identification يعني موجة راديو تعريفية أخذوا هاي التقنية وطوروا منها إشي اسمه NFC يستخدم في كل شيء تقريبا وبالذات بالتليفونات طبعا مبدأ العمل أنه الشريحة NFC بتعتمد على قارئ لهاي الشريحة هذا القارئ بيعمل مجال المغناطيسي لما يمشي فيه التيار هذا المجال المغناطيسي لما يقرب منه جهاز يحمل شريحة NFC حيصير تواصل في هذا المجال المغناطيسي ويصير فيه connection بيصير فيه hand check هيك hand hand check الhand check هات شو معنى أنه أوكي خلص الاتصال مفتوح مع بينات هم اثنين هدولة انقل بينات اعمل أي اشي بالدكية مناسب للعمل فبتلاحظوا أنه ممكن بالNFC تنقل صورة ملف فيديو مثلا موسيقى السرعات مش ضخمة ولكن بتقدر وهو لا يستخدم فعلين لنقل مثلا ملفات الميديا انما يستخدم اشياء عملية جدا لما بتحط بطاقة البنك على الجهاز بيقرأ الكودز المطلوبة منه بيخصم المصاري من الحساب من غير ما انت تعبي الرقم حساب او اشياء زيه صح؟ فهي واحدة من الميزات ولاحظ ان الNFC مجاله لا يتعدى سنتيمترات يعني لازم يكون قريب جدا جدا من الجسم او من الجهاز بنفس المجال المغناطيسي ما ببعد كثير اول هاتف حمل NFC كان الجوجل نيكسس اس 2010 واول ايفون كان ايفون 6 اس اعتقد 2014 اذا بتذكروا لما جوجل طلعت باشي اسمه اندرويد بيم حدا بتذكر هذا المصطلح والله عندك اندرويد بيم اه عندي اندرويد بيم اه عندي اندرويد بيم انتفعل اندرويد بيم اللي عندك واندرويد بيم اللي عندي بنحط الاجهزة جانب بعض وبتنقل صورة من هون لهون هو هذا الNFC ايش ممكن نستفيد من الNFC حكينا بنقل البيانات اتدفع عن طريق البطاقات وهي مهمة جدا جدا لسا كل الناس انا في دبي هنا كل الناس بدفعوا NFC بطاقاتهم يعني بيكون الناس يكتبوا بايلو بحط عند المشين بدفع من موبايل او من الساعة بدفع من الساعة حتى في المترو بدفع من ساعة وموبايلو هيك الدنيا كلها تغيرت فكل شي كل الدفع صار بدل كاش بالذات مع الكورونا صار باستخدام NFC فاذا يوم مر عليك شي اسمه جوجل باي سامسونج باي ابل باي اه هذول بكونوا عارفين بطاقاتك البنكية بصير تستخدمهم اما عن طريق الساعة واما عن طريق التليفون صار في حالين بطاقات للمواصلات هاي برضو NFC ممكن تجيب العاب زي اللي تندو تشبك محا اكسسوارات NFC فالمجال مفتوح وبيزيد حتقولي طب ليش استخدم NFC وعندي واي فاي وعندي بلوتوث وهم اسرع او مدى اكبر لانه الموضوع بسيط لانه انت بدك اشي سريع لما تروح على المترو ومعاك البطاقة بدك تدخل وتبلش تحط ارقام وتطبع وتكبس اكيد لا بدك تحط اشي سريع يقرأ ومشي لان NFC اسرع بهاي الطريقة فهي بتتفوق في هذا المجال بدل ما تبلش تحط الرقم سري وارقام وتعبي ما في داعي خلاص شو البطاقتك ساعتك تدفع بتظلك رايح تهى الموضوع فهي فكرة لانه نفسي اتمنى تكونوا استفدتوا اذا عجبكم هذا الفيديو لايك كومنتس اكتبوا لي مواضيع ممكن اكون افهم فيها واعمل عنها افهمها صح في هذا الفيديو وتابعونا على انستجرام لانه في عندي محتوى مختلف جزاكم الله خير السلام عليكم